حقيقة أمي أردى بكتر من سهر التاسع آلت بلد إذا لنهاية سهر الوصنع مجت أمطار غزيرة مثل 2009 2019 أيام الموجة الفيضانية رح يكون صايف مانا قاسب جدا وفعلا الأمطار اللي جت حقيقة يعني الأمطار اللي جت أردى وضحها لجمهورنا الكريم الأمطار اللي جت من سامرة قعودا باتجاه تركيا هاي كلها تغزن والأمطار اللي تيجي من سامرة جنوبا باتجاه البطرة هذه ما تغزن كمية الأمطار اللي جت في مميار واحد قدرنا نهزن 250 مليون والباقي أول ما إلى الأهوار والغية الجراعية وجزء للبطرة إذن المشكلة الحقيقية حقيقة التوسع في القطاع الزراعي جراعنا كميات مهولة رغم أنه الخزين المائي ماننا كان ضعيف جدا يقدر بأقل من 8 مليار وهذا أسوأ خزين كثنا من 2017 لحد الآن مع الأسف التوسع بالخطة الزراعية يعني جراعنا تقديد 8.5 مليون دورهم وهذه كله أكثرها على الرئي السيحي وهذه المشكلة يعني نحن الزمان حذرنا منها بالإضافة قلت الإيرادات اللي يتجين من دول الجوار والشيء المهم حقيقة شافوا الموجة المطارية اللي يجبني فلذلك توسحت الناس والحكومة قالت إنه أشتري خارج الخطة الحنطة فلذلك توسحت الناس الكثير كبير جدا ويأيب تطريح مدير غي ذيقار منذ قال مساحة الأراضي الزراعية المتجاوجة بثمينات كبيرة هذا أدى إلى نقطة مية هذه كلها أسباب حقيقية كان المفروض حقيقة الزراعة ما تتوسح هل جد يعني معالي وزير الموارد المائية السابق قال الخزين من خفض 50% فقل الخطة المجروعة إلى مليون معالي الوزير الحالي أيد أنه الخزين من نقل 50% لكن مع ذلك زيد بالخطة الجرائية مليون وغاقية وأذى بحث ذات يعني يعني كيف غير مبرض كان المفروض هاي الكمية تدحم بالنسبة للوضع المائي الشيء المحرج حقيقة الأمطار أو الأمطار توقفت واليوم أحنا مطلوبين الغية ثالثة والرابعة والخزين من نقل طيب سيد عادل ترجمة نانسي قنقر